يدخل وادي حضر موت السنة الثانية على التوالي في موجة غبار كثيفة مصحبة برياح شمالية باردة في ظل أجواء شديدة البرودة وتوسعت كتلة الغبار القادمة من الحدود الشمالية الصحراوية في شمال المملكة العربية السعودية لرياح شمالية نشطة جافة وكتلة هوائية شديدة البرودة تأثرت بها مديريات وادي وهضبت حضر موت وبحسب مختصون في الإرصاد قالوا إن موجة الغبار التي سميت بموجة البرد القطبية ستستمر لأيام وتصل إلى محافظات حضر موت المهرى شبوة مارب الجوب مع تسجيل انخفاض درجات الحرارة فيها إلى مادون الصفر خصوصا في ساعات المساء المتاخرة والفجر ودعت الجهات الصحية مرضى الربو والحساسية المقوث في منازلهم وأخذ الاحتياطات اللازمة تجنبا للإصابة بالغبار والمرض وتأثيره العكسي على صحتهم إلى جانب ارتداء الكمامات الورقية للوقاية من حساسية الغبار وفي وقت سابق حذر الإرصاد وخبراء في الطقس من موجة غبار كثيفة تضرب مدن وادي وصحر حضر موت دعين المواطنين إلى عدم التعرض المباشرية لها